احمد طهانا بينا يا نور العين ابا الزهر وروقيا جد الحسنين والله مش تألو قلبي واتمنى دوما لقياه يا ربي اجمعنا يا ربي بالجنة برسول الله احمد طهانا بينا يا نور العين ابا الزهر وروقيا جد الحسنين ابا الزهر وروقيا جد الحسنين آه والله مشتقه لقلبي واتمنى دوما لقياه يا ربي اجمعنا يا ربي بالجنة برسول الله يا طير الطير وصل لي طاها سلام علي علي بالعالي فوق المقام يا طير الطير وصل لي طاها سلام علي علي بالعالي فوق المقام احمد ساكن بي طيبة نور والله علينا هل من مكة للمدينة شرف كل الاكوان احمد طهانا بينا يا نور العين احمد زهر ونقيا جد الحسنين احمد طهانا بينا يا نور العين احمد زهر ونقيا جد الحسنين والله مشتقه لقلبي واتمنى دوما لقياه يا ربي اجمعنا يا ربي بالجنة برسول الله لما وصلنا طيبة وزرنا الحبيب فاضد دمع من عيني بشعور غريب لما وصلنا طيبة وزرنا الحبيب فاضد دمع من عيني بشعور غريب محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله عليك صلوات الله احمد طهانا بينا يا نور العين أبز زهر وروقيا جد الحسنين أحمد طهانا بينا يا نور العين أبز زهر وروقيا جد الحسنين والله مشتقه لقلبي واتمنى دوما لقياه يا ربي اجمعنا يا ربي بالجنة برسول الله شكرا يعطيكم ألف عافية بدي اذكر انه هيدا الانشودة هي من التلحين وكتابة محمد عيتاني المنشد محمد عيتاني والمشرف على الفرقة يلي هن معنا اليوم يعطيكم ألف عافية فرقة الهادي البشير بدنا اليوم نرحب كمان بي شيخنا شيخ بهاء سلام بدي أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك حضرتك معنا اليوم كرميل نحكي عن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف فأهلا وسهلا فيك أهلا فيك أولا وسبحي لي أول شيء يقول كل عام وانتو بخير لكل اللبنانيين بمناسبة الأعياد يلي مرأت علينا وكل عام وانتو بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف وإن شاء الله دايما أيانا بتكون وحدة ومحبة وأمان وسلام واستقرار ودفع إن شاء الله يا رب هلأ اليوم كتير برد عرفنا أنه عم بتشتي كتير يعطيك ألف عافية بدنا نعرف اليوم عن هنهار الكريم شو الأعمال المستحبة بسم الله الرحمن الرحيم خليني أقولك بداية بأنه الأعمال المستحبة اليوم هي الأعمال المستحبة بكل يوم في عنا مشكلة نحن اليوم أنه صرنا إذا صح التعبير احتفاليين يعني صرنا نحتفل بالذكرى لمجرد الاحتفال نعم بينما التطبيق الفعلي لمعنى الاحتفال للأسف غاب عنا أنا اليوم بتمنى بهذه الذكرى بمولد النبي عليه الصلاة والسلام مش أن نحي المولد أن نحيا بالمولد يعني أنه يكون المولد النبوي الشريف حاضر بأفعالنا وسلوكنا وأقوالنا وتصرفاتنا وتعاملاتنا وتجارتنا وعلاقتنا مع زوجتنا ومع أولادنا إلى آخره بكل لحظة نحن اليوم المشكلة الكبيرة اللي عنا بأنه حددنا مواسم بينما المفروض أنه يكون هيدا منهش حياة لأن الآية بالقرآن شو بتقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني دليل المحبة هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام المشكلة أنه عنا خلل بالمفهوم أي مفهوم مفهوم المحبة المحبة في ديننا سلوك وعمل أنا بحب فلان بس لا بمشي معه ولا بصدقه ولا بلتزم باللي أمر فيه وبعمل كتير أشياء بتعارض يلي أمرني فيه هل أنا فعلا محب؟ فالقصة أنه اليوم كما كل يوم لابد أن نعلن المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال العمل من خلال الالتزام بما أمر به يعني أنا أتمنى اليوم إذا بدك حتى نعطي نوع من التميز لهذا اليوم أتمنى أنه يجي إنساني اليوم يقول أنا كنت ماشي طوال العام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأطبق ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام تتويجا لها العام أنا جيت لأيت رولا إلى معي أو أنا إلي مع رولا خمسة آلاف دولار ستة آلاف دولار وأنا قادر أني استغني عنهم حقول تتويجا بهذا العام واحتفالا بذكرى المولد حطبق سنة النبي بتيسير أمور الناس وحاعتبره نهدية لرولا ما بديه طبعتيني لا عم نقول حنعتبره ركزيلي باللفز طبعا الأمر الثاني واحد مخنقه صديقه وجاره وخيه نعم التزاما بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة الخصام والمحبة بين الناس حروح اتصالح معه وهكذا في كل أمور حياتنا يلمخنقه وزوجته طبعا ما أقول هو أمه وأبوه إن هايدي كارسي بحد ذاته صحيح فبدنا تطبيق نعم يعني نريد أن نحتفل عملا وفعلا لا قولا فقط هيدا اللي بدي أقوله صحيح للأسف يمكن كتير ناس عم تسمع بس يمكن ما كتير بتطبيق ما هيدا اللي عم يعني اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ورد عن أنس رضي الله عنه بيقول من أحيا سنتي فقط أحبني يعني المحبة إنك تلتزم يعني هيدا المفهوم أنا أتمنى على الجمعيات على المسؤولين على القادرين إنه يبلشوا يفعلوا معنى الإحياء بالعمل يثقفوا الناس لدينا كارثة كبيرة بالثقافة وبالقراءة وبالعلم صحيح لدينا مشكلة كبيرة بالتعاطي اليومي والسلوك اليومي بالشاريع اليوم زلي بالشاريع بقيادة السيارات بدنا نحكي على الفرقاء الفرقاء شو في لديك شغلي أنا تستفزني هذه الظاهرة لعدة أسباب يعني السبب الأول بإنه بتكوني قاعدة بالبيت مرتاحة مبسوطة هيك مدور شوي كانون وكستنة وقاعدين مبسوطين وقاعدين مع العائلة الكريمة فجأة ولقت الحرب نحنا بنقول صار شيء كله بيقود وولاد بيكونوا مذهلين والناس كبار بالعمر والناس مرضى شو في احتفال بمولود النبي لا يا خي هيدا مش احتفال حتى بيرسسني حتى بذكرى الميلاد هيدا مش احتفال هيدا إزعاج هيدا أذية هيدا نوع من ترويع الآمينين الذي أمرنا بالابتعاد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام نحنا بالإسلام ممنوع أنه نخوف الناس فكيف جمعوا هالتناقضات ما بعرف المضحك المبكي إذا صح التعبير أنه يلي عم يشتري فرقها ويولع ويفرقها يمكن مكسور عليها أربع خمس قصات لأولاده بالمدرسة صحيح فعنا مش نايك عم بيلك أنه خلل بالمفاهيم الاحتفال يعني الاتباع يعني السلوك يعني العمل يعني الفعل يعني أن تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليه مش كثارت ثقافة مش نايك عم بيلك نحتاج إلى ثقافة هلأ ما بدي يكون بيين متشائم ولكن الواقع يقول بأنه لا أمل لدينا إلا بإعداد جيل جديد من هلأ نبلش مع أولادنا التربية وفق الأصول العلم الصحيح الإيمان السليم مزبوط مش متل ما تعودنا ومتل ما شفنا أهلنا وإلى آخره لا بدنا نحط قصص صحيحة مش أن نوصل لمرحلة جيدة بإذن الله طيب كيف فينا نتشبه بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليهو كله لأنا بكل بساطة طيب الرسول عليه الصلاة والسلام إجاء قال بالحديث ليس المؤمن بفاحش ولا بديء ولا تعان ولا لعن لما انزل على الشارع شوف هالإنسان إذا بدي يقول له واحد أنا بحبك بدي يحط 16 مسبق أول شي يبقى هون في عندك مشكلة باتباع النبي مزبوط وهو شو بدي يقول له أنا بحبك كيف زي بيتخانق معه صح ولا لا مزبوط الأمر الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله لما شوف هالرجال كرمال الفتوش نقصه شوية ملح تخانقه ومرته وضربه وسبه وإلى آخره يبقى هيدا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام لما شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقول طلب العلم فريضة وإنسان يصر على أنه ما يعلم ولاده تحت شعار أنه يخيل علم ما حفيده نشتغله ويطلعونه نقرشان يبقى هيدا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام لما شوف تعاملي مع الناس للأسف بها المرحلة اللي احنا عايشينا اصبح تعامل قائم على الحكم على النواية يعني انا بدي اطلع فيك بدي اعرف انت سيئة وانت عاطلة وانت كذا وانت كذا حكم مصبع بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث اشققت عن قلبه نحن علينا بالظاهر انسان محترم ملتزم ماشي صاح انا علي يقول انه هذا انسان محترم ان نؤمن بانه في اختلاف لك يا جماعة يا كل المشاهدين الله سبحانه وتعالى امرنا ان نحسن التعامل مع الناس جميعا اما اما انت كون معي واما فانت الاول كنا اما معي واما ضدي هلا اما معي واما انت كافر واما انت من نمعترف فيك لا الرسول العيسات والسلام حطلنا شيء اسمه منهج حياة بدنا نمشي على هالمنهج حتى نوصل للنهاية السعيدة ما حدا يتخيل بانه اذا عنده شقفة ارض زرعة بصل هيجي اياكل عنا باخر شيء لازم نزرع صاح نحسن رعاية الزرع حتى نحصد الحصاد الصحيح والذي نتمنى باذن الله تعالى كل ما يمكن ان نقوله بذكرى المولد النبو الشريف هو اختصرناه بكلمة واحدة ان كنتم تحبون الله فاتبعوه ايضا بكل بساطة ياللي بيحب الرسول عيساته السلام ياللي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام siempre الح PP ياللي بده شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ياللي بده يكون من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يلتزم بما جاء به هلا ناكل حلو ناكل مع كرون ناكل ما بعرف شو ماشي والكن ان يكون الاحتفال بالمولد فقط انه ناكل مع كرون ونضيف ونعلق ونفرع أو يكون تقاليد أنه الناس بيقولوا بيكون صفرة بيضة هل عادي تقاليد لاش ما مشكلفية ولكن المهم أن تكون تابعة للأصل يعني اليوم تخيل تلميذ قاعد سنة بالجامعة خلص الجامعة وراح عمل احتفال بانتهاء الموسم هو صائد نحن هاك عم نعمل للأسف للأسف شاشنا بدنا نعرف هاك رسالة أو نقول رسالة للشباب هالأيام اللي طبعا يعني الكلب بيشادوا بيقولوا أنه عم تكون صعب أيام صعبة طبعا إن كانوا شباب أو كانوا كبار بس أنه الجيل هلأ الموجود شوفي الجيل والكبار السن والصغار والشباب والكل بدي أقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يمر لحظة بحياته كان فيها متشائما يا جماعة تفاعلوا بالفعل لك سنة النبي الإبتسامة مصبت سنة النبي أن تلقى أخاتك بوجه هادي مشكلة تبسمك في وجه أخيك صدقة تفاعلوا والله مهما صار بهالدنيا لن يكون إلا ما كتب الله مهما صار من حروب من أزمات من اقتصاد ما حيصير إلا يلي الله سبحانه وتعالى كتبه علينا طيب هذا الأمر إما أن نستقبله به ابتسامة ورضى وعمل على تحسين الواقع وإما بنا نقعد نقول مؤامرة أسباب ما بعرف شو ما بيخلونا وحنضلنا زعلانين لا تفاعلوا اسعدوا بحياتكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى توصلوا للنهاية ما في شيء اسمه تشاؤم ما في شيء اسمه مستحيل ما في شيء اسمه صعب بدك تشتغل ولو طول حياتك العمل بحد ذاته قيمة اشتغل النتائج على الله سبحانه وتعالى عيشوا حياتكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عيشوا حياتكم بالقرآن بالأخلاق بالأخلاق أولا خطي لي 15 خط تحتها بالأخلاق وصدقوني لن نكون إلا من السعداء بإذن الله تعالى وإيجابيين طبعا طبعا لابد من الإيجابية التفاؤل دائما نستبشر خيرا بإذن الله تعالى بإذن الله شكرا لألك نحن دائما نفتخر فيك الله يخليك يا رب كنت أصرت من أهل البيت الله يخليك يا رب بدعاية كل الزملاء اللي موجودين وكل السيد المشاهدين وإن شاء الله بتكون سنة خير ومحبة وأمن وأمان وأستقرار ورزق وكل شيء بإذن الله الله يخليك يا رب شكرا لنا بدي حيّل فرقة كمان الله يعطيون العافية أطربونا بأصصات الجميل إن شاء الله أعطيكم العافية الله يخليك يا رب شكرا لألك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طاها أن يحشرنا أواها بالواء رسول الله صلى الله على محمد لي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام على من قال يا ربي أمتي سلام على من قال يا ربي أمتي أجرغ من النيران أجرغ من النيران قال له نعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طاها ودعوت بطاها الله ومدحت بطيبة طاها ودعوت بطاها الله أن يحشرني أواها بالواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم